نادي الزمالك رسمياً برئاسة الكابتن حسين لبيب وكل أعضاء قائمته وبنبرك لهم مرة تانية لأنه دي خطوة بتكون مهمة جداً من جانب اللجنة الأولمبية اعتماد التشكيل مع توجيه تهنئة للمجلس الجديد اللي تلقى تهاني من العديد من الأندية زي الاتحاد السكندري زي الأهلي اللي أرسل برقية ورد من خلال رئيسه الكابتن محمود الخطيب لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الكابتن حسين لبيب في لافتة إيجابية جداً وجميلة جداً ومحترمة جداً الحقيقة نتمنها دائماً ما بين الأندية وأن تستمر في المرحلة المقبلة بإذن الله لأنه ده اللي احنا على فكرة متعودين عليه حتى وإن كان قد غاب لسنوات ربما سابقة لكن بمناسبة اعتماد اللجنة في العديد من التحديات بتواجه المجلس الجديد في هذا التقرير هنستعرضه مع حضراتكم تحديات بيمر بها أو لابد أن يتعامل معها مجلس إدارة نادي الزمالك من ضمنها حاجة تخص اللجنة الأولمبية هقول لكم عليها وإحنا عندها واحد الحجز على الأرصدة هو ينفل أكثر تعقيداً أمام المجلس الجديد بيتمثل في أزمة الحجز على الأرصدة في البنوك النادي بيعاني منذ فترة طويلة من هذا الأمر وسيعمل المجلس بشتى الطرق على إنهاء هذه الأزمة والتوصل لتسويات بشأن المديونيات وتحديداً قصة الضرائب رقم 2 الرعاية والتسويق سيتعين على مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد وضع خطط قصيرة المدى من أجل إدخال موارد للنادي من التسويق والرعاية والبث ورجوع براند اسم النادي واستغلاله مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية نقطة 3 من ضمن 11 ملف بيواجه المجلس أزمة بشأن لعبي جميع الفرق الرياضية بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة من الموسم الماضي المستحقات المالية المتأخرة في مختلف الألعاب فردية وجمعية أزمة كبيرة أمام مجلس الإدارة سيقاتلون من أجل إنهاء هذه الأزمة وأحمد سيد زيزو لعب فريق الكرة هو الأبرز ربما بشأن المستحقات المالية تجديد عقد فتوح من ضمن الأمور المهمة كملف شائك عقده بينتهي بنهاية الموسم أبرز هؤلاء اللاعبين هو فتوح اللي بينتهي بنهاية الموسم ومعه أكثر من لعب آخر تطوير قطاع الناشئين ملف مهم جدا ومن التحديات المجلس الجديد هيشكل بحسب معلوماتنا لجنة من اكتشاف المواهب الموجودة داخل النادي وغربلت القطاع برمته لجنة تنمية الموارد بتتضمن التحديات اللي بتنتظر مجلس الإدارة أيضا تعيين لجنة لتنمية الموارد وحصر كل ديون النادي وحصر كل موارد النادي قضايا الفيفا وأزمة القيد بتمثل تحديا قويا بشأن أزمة سداد بعض الضيون للقضايا المترتبة عليه إقاف قيد النادي في المحافل الدولية سيعمل المجلس الجديد على سداد المديونيات الخاصة باللعبين أو المديرين الفنيين السابقين من أجل حل الأزمة ورفع القيد عن النادي في يناير المقبل ولحد مبارح تكلم الأستاذ عمراء أدهم عضو مجلس الإدارة أن هذا الملف سيحل بدون شك في يناير طعون الانتخابات ودي اللي هقف عندها مجلس إدارة نادي الزماليك الجديد هيكون قدامه تحديا هو الاستعداد لأي طعون أمام القضاء من جانب أشخاص سابقين أو مرشحين خرجوا من سباق الانتخابات لتفادي دخول القلعة البيضاء في ساحات المحاكم من جديد ودي هقف عندها لأنه أكتر من مرشح من غير الفائزين في الانتخابات أعلن أنه مش هيتقدم بطعن لو تلاحظ أكتر من اسم من اللي جوة أو من الداعمين للاستقرار بيطالبون طول الوقت نبعد عن الطعون لأنهم عارفين أنه في الكواليس بعضا من اللي ما كسبوش في الانتخابات بيدرسون الأمر بيفكروا أنهم يقدموا طعون أبرزها على وجود الدكتور حسام المندوه لأنه بيرون أنه تم صدور حكم قضائي بعدم إدراج اسمه في كشوف الانتخابات ولم يرد بحكم قضائي لكن ترد بقرار من اللجنة الأولمبية فبالتالي شايفين أنه داوت ممكن يخلق عوار في هذا المنصب وربما البعض بيذهب إلى عوار في مجلس الإدارة بالكامل دا البعض يعني والبعض بيتكلم على أنه النتائج لم تكن مقنعة بالنظر لأنه كان فيه تساوي وفجأة لقوا النتائج مختلفة دا كله بقوله لكم من الكواليس فهي عبارة عن دراسة أمر فمجلس الإدارة لابد أن يكون مستعدا لهذا الأمر إلا إذا لم تحدث أساسا قصة تقديم الطعون من غير الموفقين في الانتخابات نذهب إلى تكملة باقي الملفات وهي كالتالي قناة الزمالك المجلس سيتخذ قرارا عاجلا بشأن قناة النادي بجانب المنظومة الإعلامية واستقطاب القامات والكفاءات لإدارة القناة ملف كهرباء هو من الملفات الشائكة الغرامة الموقع على كهرباء وصلت 2 مليون دولار إلى جانب الفوائد اللي وصلت 350 ألف دولار تقريبا وبالتالي دا ملف لأنه حتى وقت الانتخابات كان ملف دايما بيسأل فيه كل المرشحين شركة كرة القدم أيضا من الأمور المهمة سيتم اختيار العديد من نجوم النادي السابقين ربما ليتواجدوا في مجلس إدارة شركة الكرة وفيه كثير من الأسماء المرشحة من رجال الأعمال كمان لرئاسة شركة الكرة ملف اللي بعده هو كده 11 تمام لكنا قلنا العشرة وده الحداشر